أعلنت السلطات الروسية أن 13 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال قتلوا في سقوط مقاتلة روسية من طراز سوخوي 34 وتحطمها بمبنى سكني في جنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا وأوضحت الوزارة أن عمليات البحث تحت الأنقاض أفضت إلى انتشال عشر جثث إضافية وذلك بعدما كانت حصيلة أولية أفادت بسقوط ثلاثة قتلى في الحادث وأدى سقوط المقاتلة إلى اندلاع النيراني في المبنى السكنية المؤلف من تسعة طوابق والذي يناهز عدد قاطنه 600 شخص ووقعت الكارثة في مدينة يسك التي تقع على بحر آزوف في منطقة كراسنودار قرب الحدود مع أوكرانيا وكانت المقاتلة حين تعرضت للحادث في طلعة تدريبية وقد تمكن طيارها من نجاة بعدما قذف نفسهما منها بحسب وزارة الدفاع وعازت الوزارة سبب الحادث إلى خلل فني نجم عن اشتعال النيران بأحد المحركين عند الإقلاع ترجمة نانسي قنقر